سمحوا لي على الإزعاج بأنه عندي ولدي بقي صغير لك شعر لش غادي تسمعوا ضروري الصوت دياله في الفيديو سمحوا لي بزاف على على الإزعاج نتمنى أنه الفيديو أنه يتسمع لكم وخاكين شوية ديال الترجيش المهم نكمله كيف ما قلت لكم بأن هذا هذا التمرين عطونا استدية الجمال وقالوا ننوش الجمال صحاح ولا خطئين غادي نقرأ الجمال نشرح لكم بالعربية وغادي نقول لكم كل واحدة وشنو شنو الجواب ديالها بالنسبة الجمالة اللولة بيرناردوز is a British charity واش هاد الجمعية ديال بيرناردوز واش هي مؤسسة خيرية في دولة بريطانيا بالنسبة الجواب واش غادي نديرو true ولا فوز الجواب هو true صحيح غادي نديرو true تلخروا غادي نعطيكم الإجابات في ورقة اللي هي غادي تكون واضحة إذا الإجابة صحيحة غادي نديرو نكتبو هاد الكلمة اللي هنا ها هي كتشوفها هنسطر عليها هتكتبو true هنا بش عرفناها أنها true خاصنا ضروري نعللو الجواب ديالنا تعليل ديال الجواب هو هادا هاي الجملة كين هنا بيرناردوز is a charity that helps children in need in the UK كما قلت لكم الجمعية هاد بيرناردوز هي جمعية خيرية التي تساعد الأطفال المحتاجين في المملكة المتحدة اللي هي United Kingdom وكيف ما أسبقه قلت لكم أن United Kingdom هي British بمعنى باللغة العربية هي بريطانيا الجملة الثانية هي Sally never goes to school واش سالي اللي هي هاد اللي بنت هادي واش never عمرها أبدا ولمشات المدرسة الجواب ديالنا اللي غادي نكتبوه في هاد الفراغ غادي نديرو خطأ فولز هي خطأ نديرو خاصنا ضروري نعطيوه التعليل ديال الجواب من خلال تاكست التعليل ديال هاد الجواب ليه هو رقم جوج ها هو فين هالقاوه سالي gets up and goes to school بمعنى سالي تستيقض صباحا وتذهب إلى المدرسة ندزو الرقم ثلاثة اللي هي Sally's parents work everyday واش parents الاباء ديال سالي كي يخدموا أو يعملون يوميا بشكل يومي الإجابة هنا يا غادي نديرو في هاد الفراغ هذا غادي نديرو فولز اللي هي الإجابة خاطئة تعليل الجواب في التكست ها هو كين هنا يا تعليل كين هنا يا اللي هو her parents can't find a job so they have very little money كين ما شرحت لكم قلت لكم بأن الأبوين ديالها لم يجدوا عملا وما خدموش نهائيا ماشي عادره وما كيخدمو يوميا can't find هي لم يجدوا عملا رقم ربعة اللي هي Sally is very hungry بمعنى وسالي ناديرا زي ما قليل فينك تكون جائعة هنا الجواب غادي نديرو هادي فولز بمعنى الجواب خاطئ نديرو فولز تعليل ديالنا من خلال التكست هلقوها هنا يا ها هو تبعي السيلو ديالي فينك نحطه Sally is often hungry بمعنى سالي تقريبا غالبا ما كتكون جائعة ربما الشي هي ناديرا زي ما قليل فينك تكون جائعة بالعكس هي غالبا ما كتكون فيها الجواب نديرو الرقم خمسة Sally doesn't have her own own bedroom قالوا انا هنا والسالي ليس لديها غرفة نوم خاصة بها الجواب هنا غادي نديرو true اللي بمعنى نكتبو هادي الجواب غادي رقم خمسة صحيح بالنسبة للتعليل ديال هادي الجواب ها هو كين هنا they all live in one room in a cheap hotel هنا راهي للاح تقالوا النبي أنهم كيعيشوا كاملين هي وباباها وماماها وخوها الصغير في غرفة واحدة في فندق رخيص بمعنى كيعيشوا في غرفة واحدة إذن بأسالي ما عندهاش غرفة نوم ديالها هندزوا الأخير جملة اللي هي there are children's centers around the UK اللي هي United Kingdom هنا الجواب غادي يكون true اللي هو صحيح غادي يكون true تعليل ديالها في التكست ها هو هنا يا نقولنا children's centers around the country تعليل ديال الجملة كين في هاد البلاس إذن هادا آآ هو آآ الدرس ديالنا اليوم والفيديو ديالنا ديال اليوم خدمنا على البيج تمانية وفضعين آآ غادي نخليكم هنا يا إن شاء الله وغادي ندير التسيمة ديال الفيديو آآ هذا اللي هي البيج تسعوذ وربعين اللي هي هادي إن شاء الله في الفيديو اللي جاي مور هذا إن شاء الله نتمنى أن الفيديو ديالي يكون اللي إعجاب ديالكم ما تنسونيش دعموني دائما بابوني وجيم وكمونتارات زويني من عندكم باش آآ تعتيني واحد اللي نرجي آآ باش ندير فيديويات كتر وكتر